نروح ليه أخبار النادي الأهلي ومصدر في النادي الأهلي قال لنا فيه رقم عشرة إنه اللاعب الجديد هم نتكلم على برونو سافيو حتى هذه اللحظة لسه ما خدش المقدم التعاقد بتاعه لسه ما خدش المقدم التعاقد بتاعه ويتقال إنه اللاعب كان مصاب بإجهاد في الفترة الماضية هو فعلا كان عنده إجهاد وشرحت لحضراتكم ليه كان عنده إجهاد الإجهاد اللي كان عنده كان بسبب إنه قريدي كان بيلعب مع فريقه وكان قضى معهم معسكر إعداد ولعب معهم مباريات فجيه اتحط تحت حمل تدريب كبير زي لعيبة النادي الأهلي والمدرب مارسل كولر قال إنه ما كانش المفروض يحصل له ونام الجهاز المعاون إنه ما قالوش إن اللاعب كان في مرحلة إعداد أو مباريات سابقة بس في حاجة تانية عن سافيو حضراتكم لازم تعرفوها وده مصدر في النادي الأهلي قال لنا في رقم عشر إنه اللاعب برضو كان عنده مشكلتين ممكن يبقى فرعيتين بس أكيد أثروا عليه أول حاجة هي تغيير مواعيد النوم تعارفين الأمور عندنا غير موجودة في بوليفيا فالأمور كانت صعبة شوية في النوم وساعات النوم وساعات بيلوجيا فكان في لغبطة شوية في موضوع النوم بتاعه كان عنده مشكلة كمان في الأكل ونوع الأطعمة اللي بيأكلها في مصر فكل الأمور ديت النظام المعيشي اللي كان بيعيشه سافيه برة مصر مختلف عن اللي موجود في مصر فده لغبطه شوية بس قالوا إنه كان ده على لسان النادي الأهلي إنه اللاعب هيخش سريعا في التدريبات خلال الأيام القليلة القادمة ومعندوش أي إصابة لقدة الله وممكن تعطله إنه يخش المعسكر ويندمج فيه طيب ترجمة نانسي قنقر